نادي الأهلي لو بإذن الله في نهاية شهر أكتوبر كسب العين الأماراتي في بطولة الانتر كونتيننتل حياخد 2 مليون دولار في المكة على المكافئات 2 مليون دولار المباراة تقوم بالزبط 29 أكتوبر على استادة القاهرة الدولة طيب لو لا قدر الله لا قدر الله الأهلي خسر المباراة مليون دولار مليون دولار كده كده الأهلي طالع كسبان مديا احنا عايزين الآهلي يكسب المباراة ان شاء الله هيكسب المباراة كده كده الأهلي طالع منها كسبان الأهلي المفروض هيبعط قائمته لهذه المواجهة يوم أو قبل يوم 15 أكتوبر الجاري هم نتكلم تقريبا في حوالي أسبوعين أسبوعين الأهلي يرسل قائمته لهذه المواجهة مواجهة العين هيبعطها للفيفا ومن حق النادي الأهلي أنه يستبدل أو يعمل تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ 24 ساعة 24 ساعة بشرط إيه؟ بشرط أنه يكون الاستبدال من القائمة الأولى يعني إيه؟ يعني الأهلي مثلا يوم 15 بعض قائمة كبيرة القائمة دي اختار منها قائمة نهائية للمباراة فحب للقائمة النهائية دي أنه يستبدل لاعب هيستبدل من القائمة الأولية حلو ده معناه إيه؟ أركز معايا بقال يومين تلاتة كده بقولك أنه الأهلي هيعمل صفقة جديدة الأهلي هيعمل صفقة جديدة الآن أقدر أقولك أنه قبل يوم 15 أكتوبر الأهلي هيكون عامل صفقة جديدة سواء مهاجم أو جناح يا كريم ما تبلغش ده الأهلي ألف يناير أنا بقولك 15 أكتوبر قبل القائمة دي ما تترسل عشان مباراة العين هيكون الأهلي جايب لعيب جديد معلوماتي؟ بس ده بشرط واحد بشرط واحد أيها الأهلي عايز جيب لعب أيها الأهلي عايز جيب لعب وقبل 15 أكتوبر بس لو ما لقاش القواليتي اللي هيبقى إضافة للفريق مش هيجيبه بس الأهلي دلوقتي شغال الأهلي دلوقتي بيسعى لو لقى اللاعب المناسب بالسعر المناسب هيبقى قبل 15 أكتوبر في قائمة النادي الأهلي لمباراة العين خلونا نشوف